وبشان تخفيف الأعباء الضربية عن المواطنين أكد مدبولي أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضربية الشخصية من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه وقال مدبولي أنه تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرى جديدة لمعاش برنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه القرار الثالث هو رفع حد الإعفاء الضربية الشخصية من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه ده ببساطة شديدة عشان المواطن يفهموا بقى النهاردة كان الإجمالي اللي بيبقى بيخضع لإعفاء ضريبي من داخل المواطن كان 24000 جنيه في السنة بهذا القرار وصل إلى 30000 جنيه في السنة معنى كده أن المواطن اللي مرتبه 2500 جنيه في الشهر مش حيدفع أي ضرائب النهاردة وده جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين القرار الرابع هو إضافة عدد 450 ألف أسرى جديدة لمعاش تكافل وكرامة وده حيبقى بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه مصري الحقيقة أيضا كان توجيه فخامة الرئيس بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم حيصل إلى 130 مليار جنيه عشان الدولة المصرية تستطيع أن تستخدمه لمواجهة التداعيات والأعباء اللي متوقع أنها تستمر في حالة استمرار وطول أمد هذه المعركة بحيث الأزمة بحيث يبقى احنا جاهزين في أي لحظة لو لقدر الله استمر أمد هذه الأزمة لفترة طويلة أن احنا نحاول بقدر الإمكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار ويبقى المواطن بيتحمل فقط جزء من هذه التداعيات اشتركوا في القناة